هل هلالك يا هلابك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك سامو طعال الرحمن روحانية يومك غير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلابك يا رمضان يا هلابك يا رمضان السلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وفيديونا اليوم يجاكم كامل هنين ومتهنين ساي قفلنا نص عرمضان بقنا غن النص ربي يتقبل مننا وشفات في هذا النص واذا ما تقبلش مننا ان شاء الله ربي يتقبل مننا في النص اللي بقنا المهم حبيت نشارك معكم الفطور اللي ديناه الليلة النصفية هل ترى تعرفت ولا عرفت وينفودتو كيفاش فودتو تبعوا معنا فيديو للاخر صباح بكري كي نصت معاولدي بعد طويقرة رنخة الحمص لخطر ما عنديش الحمص مرنخ ونحتاجه هذا النهار وروح تبديد ثاني بالفراز اللي راح نديروه في التحلية ان شاء الله انتع نهار اليوم نحتاج الفراز ونحتاج العصارة للفراز باش نخرجوا البنات العصارة والسيرو للفراز بلا من طيبوا بلا من نديروه حواجه ويدخلين سهلة بزاف نقصي الفراز كاريات صغار كما شتي ونبعدها نديرو عليه السكر ونبقى مرة على مرة نحركه اذا دعناكم كمية قليلة على سكر وكمية كبيرة على الفراز اما اذا درتيكم كمية صغيرة كما اللي درتها ديري السكر بلغطي البورت مونجيتاك وحطيها في الفريجيدار ساعتين تلافة راح تلقاي هذه العصارة والسيرو كامل استخلصتها من الفراز وهذه كل الحبيبات اللي تبقاوا لي مانيش راح نديرهم وربما مانيش راح نستعملهم اصلا هذا النهار يعني نحتاج غير حبيبات للديكور وش ندير لهم هالبنات نحكم سحن نحط فيه الورق الماص ونسط في الحبيبات ونحطهم في الفريجيدار ما يصرى لهم موالوا يبقوا على حالهم هذا الشي كنت درته صباح بكري وراء الظهر حوالي ساعتين هكاك مجوية ساعتين مهم دخلت بديت منصب قلت نصب بكري اراح ندير ان شاء الله شخشوخ تطفر حتى يتقبل الحم والجاج هكاك في الزيت بعد ما ذاب هذا كثمن مشي زيت درت غير الزيت خليته ذاب وسخن مليح باش حطيت المواسوات تاعي تاع الحم والجاج وروحت نرحي الطماطم والبصلة والثوم يعني لي صوصتع شخاشخ شخشوخ تطفر ولا شخشوخها عادي كين يقولها شخشوخة النعمة ولا شخشوخة البرانس ولا يحبوا البصلة درت البصلة والطماطم كيمشتوا حيث هم مليح وزيتهم لهذا الجاج اللي حطيته ديجا شغول حمرته شوية مشي بزاف في الزيت هذا ورح نبدأ نزيد المكونات الباقية اللي هي طماطم تاع البقات اللي زي بيس الملح والفلفل الكحل عراس الحانوت والفلفل العكرين ونقصت عليه النار وخليته يتقلى في غرضه حبيت نعطيه الوقت باش يتقلى وذكرت للشخشوخة لكي نضعها تفور هذه هي شخشوخة البنات تحت تفور لان نستعملها تبين تحت الدار تبين خدمة الدار سيأتي ويقولون لي علامة خدمتها في الدار وعلش مهما كان الامرأة هذه ليشربوا البنات كين حويج نخدمهم كين حويج نشريوهم مرة على مرة الوحدة تحب تربح صحتها وتشري الواجد من بره أول مرة قد ما تكون تخدم وقد ما تكون سلك رأسها وقد ما تكون فحلة في دارها إلا ما يجي نهار اللي تبغي تريح فيه يعني تقول لك كاينة الحاجة اللي بوجدها بره ومدم كاينة وبي كثرة ومتوفرة والناس كل تخدمها وعلش حتى انتع بروحي ويكون نهار بلك خصير ويكون مع بلي شوشي هو المهم تكون عندك عرضة ولا أنا ضد المرأة اللي تكلف رحها فوق تقتها باش شوفوني يا نساني فحلة ولا باش الناس يقولوا عليها فحلة ولا أبدا أبدا كين نبغي نخدم حاجة نخدمها كين نبغي نشريها واجدا نشريها واجدا المهم حطيت شخشوخات فور لسهو صراحي اللحم هذك راهو يتقلى خليته يتقلى في غرضه وقدما يتقلى قد ما لسهو ستعنا جينا بنينا وأكيد بطبيعة الحال شخشوخات تاك راح جيكي بنينا ورح توجدت الحوايج اللي نحتاجهم كيمال فلفل باش نقليه سلاطة باش نرافقها معها بالشخشوخة هذا الأطباق التقليدية يتمشوا بزاف مع السلاطة لأنه احنا يعني في العيلة تعي ما يكلوش سلايت بزاف لو كان نديرها ونحطها رح تبقى ليها كاكملة ما كان عليها الواحد يفزد ولا يبذر او يتحاسب عليها عند ربي غير بشو يصبر ولا ما أنا ضد هذا الشي وبعد ما فاردت فورة الأولى هذيك الشخشوخة نحطها شربتها عادي بالماء ولصوص تاعي حسبت لها يعني للجاج لأنه الكوكوت مينوت لها 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 تطيب لك الجاج والأخر حليت عليها نحط هذه المرسوات تاع الجاج والليكويس تاعي نحط شوية هذك الوجه بتاع ليدا وشوية على صوص باكيد فور للشخشوخة التاعي الفورة الثانية نشرب بهذك اللصوص وهذك ليدا ورحت هذيت هذا البولت الذي يدخان تاعي به بالفوي حطيتهم في الكونجيلاتور كي نحتاجهم بعدها نطلع به كلام تعيلي نحتاجها لتحليتها السهرية إن شاء الله والماء مع الشخشوخة وهنا كل دار عندها كتكوت صغير يجي يبغي لحيده ولا يبغي يضوغ ولا يبغي يعجن المهم يبغي بيين الضوار أنا هنا أحمد راح هو يحوس على الشخشوخة بربوشة كما يقولها هو بربوشة بربوشة فورت الفورة الثانية قدرت لها ليدام هذا السعر حركته مليح لكي لا يسقطوا الحبات ولو إنه شخشوخة هذي سأجيكم حبة بحبة أنا قلت لكم كما تعذرت أماما ما تتعجن لك خلاص خلاص سوا في شكل تحوله في ذوق التاحة و بعدها شربتها و خليتها تشرب رجعت اللاصوس نحيت منها الحم صفيتها ولوحت لها شخشوخة بعد ما تشربتها أكيد وش ندير لبنات الشخشوخة تلي تليل حواجه هذي تجمعوا شوفوا ماذا ندير لهم البنات نحكم نلوح الشخشوخة تعيلي الحاجة اللي راح نجمرها نخليها فوق النار شوية برك دقائق و بعدها نزيدها الزبدة نحرك مليح و نطفي النار و نغلق عليها مليح و ندير الصفارة و نخليها نخليها تكمل تتجمر بهذه الطريقة منها نضمن انها راح تتجمر لي مليح و نضمن انها ما هيش راح تلسق لي في القاع الكوكوت التاعلي و روح ذركان نوجد التحليات السهرية يعني ما نكتبش عليكم ما نشارح ندير تحليات و راح نطيبها كقهات ولا بيسكويت ولا كتافيت فقط بالبيسكوير و لي بالفراز الجاق مفضة بقالبنات ان شاء الله بإذن الرحمن و راح نحط لكم الوصفة بالتفصيل الممل و راح هذا الفيديو حكمت در جينواز الجينواز العادية بلا زيت بلا حليب بلا كل شيء سهلة بزاف و بإذن الرحمن واحدة ما راح تعودش كي منها خليت الكلام تعي تطلع ما درش كلام مشانتي و حطيت الجينواز تعي طيب ثوان يبركو هي طابته هي وجدد لأنه ما يشي في مول تعكيك هولا راح بيسكويرولي يا ربي ست دقائق سبع دقائق راح يكون واشت الوقت اللي راح هي لا كدما تعي تطلع و اللاجينواز تعيد طيب رح تحمرت الجاج قليت الفلفل الحار و هذا الوقت و أنا ما زال ما كملتش عايت الحكومة قالي وجده لي سحن باش ننديه لدارنا لأنه أصلا مدارين حساب ننديه لدارهم و أنا ما كملتش كلش يعني مزية سبقت فيها هي اللولة باش الطيب هكا باش تتجمر مليح المهم كيف يجدد هذه هي الفائدة والحاصل الحوايج الباقية أصلا مملحة يعني كنت بين وبين يعني كنت في الشكل و اللي تديكاريت السحن كي ماشته حطيت فيه الشي اللي يكتب ربي و الشي اللي طيبته والبسكوبي ت Relations كما لو لكم تشوفوا قلبيته هو هكا كاسخون حطلو الاباقية باش ما يلزق ليشو لامنى ما يتكسر ليش من بعده كين طيبه المهم ما لازم ش видите طيب diret عايت زبه ما تكثر شو ما ينشفش ما ينشفش و ما يتكسر fresh هنا راح تنصفي هذا الفراز شوفوا كيف شخرجلي هذا الكب Style freezingsinуг فراز يجي ابنين ما شاء الله و مأشرا الله و ما يجيش حلو بزاف غير ما تخافوش علىSa أطلاقًا اطلاقًا خدمت الرولي تاعي وحطيتو باش الخطوة هذي الموالية مليحة مهمة ومش مهمة المهم في الفيديو باش نشرح لكم فيديو تعالوصفة نشرح لكم ليه باش ما نحركش الفيديو رحت نوجد المملحة لي قلت لكم كنتو بين وبين يعني شي هذا كامل كنت خلصتو على بكري هيا كي جاب لي الباتي تاع البقري النصف اللي هالي على الستة ونص ستة ونص درتهم قلت لكم بلي هذا المملحة حاصلة لك تنضار عساري وعندك ضياف مثلا ما كفكش الوقت انك تدري مملحة بالعجينة لي تخمر ولا هذي مملحة راقية البنات تخمر لكم وجهكم وبنينا صدقوني انها بنينة ومتبينش خلص بلي مقلية حطيت هذو كل الدوائر تاعي قليتهم ورحت طباعت الخضراء وسبح الله هالطم جات قد ها قد قد عندي حبيبات مدورين تاع طماطم جاءوا قد هذي المملحة قد قد طباعت الباتي تاع البقري طباعت السلاطة حتى هيا الفرماج المهم حبيتهم كامل يكونوا قد بعضاهم ومطبوعين بنفس الطابع بش جيني المملحة تاعي باهية وتجي متحوفة يعني هذي تستعملوها هنا يا هكا في الايام تاع رمضان في الافطار ديروها في عزوماتكم من غير رمضان ديرو واحدة في مناسباتكم هكا راهو جاي ان شاء الله الصيف وجاي النجاحات ان شاء الله ربي نجح جميع ولاد الممنين تقدرو تديروها كي ما قلت لكم حاجة السريع ليها ليهو اقتصادية غير ما تخموش وجدت السلاطة يعني هنا يخلاص قد قد وقت الطابلة بش توجد وجدت السلاطة وجدت المملحة وذركا رح نوجد السحن تاعي تاع الشخشوخة وانا كي وجدت السلاطة يدية كامل تعملوا بالبيطنة ما لدي رغسلتهم بصحكك وطلقوا لي في الحبة على العظام كي جيت نديكوريها حبيت نقصها بهذه الطريقة ما حبيتش نقصها براجات كي ما مالفة بما انه ما زال شوية الوقت وعندي الوقت باش نديكوري كين اخواتي ما يسقسيني يقولوا لي كيفش كفيك الوقت وكيفش كيفش تقدري تبقى الديكوري شوفوا البنات انا نبغي نديكوري ما كذا بشاليكم ليس قال ديكوري ذاك الي اوواواواواواوا بسحنا نبغي ندحفث عندي لشتات غير انا ولي ذاتي وراجلي بسح ما نبغيش نحط الحاجة الكبير كيف نطيش ونحط ونوكولو فرات كيما يقولوا العين تاكل قبل الكرش نبغي نحط الحاجة متحوفه باهية تكون طابلة تاعي منظرها مليح لشتات حاجة بسيطة ونديكوريها وديكوريها وهي اللي قدامكم طاولة الإفطار اليوم الرابع عشر والليلة المصفية كما نقولوا بالعامية اللي كانت فيها شخ شخ تطفر هي سيد المائدة هذا النهار مع المملحة ولا سوب الخضراء اللي دي جاي عندي من قبل سخنتها هذا ما كان بسلطة وربي ورحمته وربي دوم النعم إن شاء الله علينا وعليكم أجمعين بعد الفطور الصهرية حتى ولم أدرتها شانا كان لي دمون ديها كما قلت لكم نحب ديكوري وأي وحدة مننا تحب ديكوري وكامران صغر يعني ما ناش هذيك اللي معبلش عندها ستين سنة والله تعستين سنة وتلقائهم الله يبرك يعدلوا يتحفوا يديكوري وتشوفوا العظام كيف يقصهم كما هذا النهار كنت نحكي مع حبيبتي من نولا وأنا نحكي معها ونصب في الشخشو خبعت لها ماء سبتها تعشخشو تطفر يديكوري تهاب العظام أي سخفني قلت حتى أنا الله يديكوري ربي يحفظها تاتا الله يبرك ويطول في عمرها قلت لكم رهم كبار ويديكوري والطابلت تحموا مكلاتهم فما بالك حنا يصغروا جايين للدنيا وبما أننا نحب لماعن ونشيروا لماعن فنستغلوا حياتنا ونستغلوا صغرنا من أي ناحية من الدنيا والدين بما أنك تشيري لماعن ويتصرفي على لماعن حاولي أنك تحطي طابلة تليق بهذا الشيء اللي ركي تصرفي فيها له هذوك لماعن وأنتم كما نقولوا أنا بالنسبة لي ما لنضار السبق بالشيء هذا وكما راكم تشوفوا هذه هي الطاولة عيطاء السهرية بسكويرولي اللي رفقته مع مكسرات وشي كولة حويج والعصير بطبيعة الحال اللي يتماشى ويمشي بزاف مع البيسكويرولي ولا الحويج اللي كما نقوله هنا باتيسري وقلب اللوز مع التاي وهذه هي عزمتي اللي كانت للأطفالي هذا النهار كما راكم تشوفوا عرضت ولداتي ولداتي هم اللي عرضوني هذا النهار وانتو مثلين إن شاء الله تكونوا فوتوا همليح سواء وحدكم مع عائلتكم صغيرة ولا عرفتو ولا تعرفتو هنا نكون وصلنا نهاية فيديونا هاليوم إن شاء الله هيكونها شبكم وما بقى لغي نقولكم تهلاوا في رواحكم ونتلاقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله في أمان الله اشتركوا في القناة